اشتركوا في القناة 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 ولا عادت ان اكتر وقت ديلرس بتتكلم فيه بيكون اثناء نمها عشان كده سجلت لها وهي نايمة بالفعل ان ايومي سمعت التسجيل ولقيتها بتقول نفس الكلام اللي هي سبعته من شوية اللي هو يعني كفاية واحدة بس كفاية ليندا يا بيزل انت ما بتش بعيش لكن الاختلاف انه ان بيزل ردت عليها وقالت لها انا عايزة شارلوت بعد ما سمعنا الكلام ده شارلوت خاتمة التسجيل بانها عاوزة تفهم ايه اللي بيحصل لصديقي وما تعرف اي جديد هتسجله برضو للتوثيق وكده فنيومي فضل التجاري للتسجيل عشان تعرف اذا كانت شارلوت سجلت حاجة جديدة ولا لا ولكن ما لقيتش تسجيلها التانية هنا نايمة قررت تكمل مهمة صحابتها ودخلت حطت التسجيل في قوة ديلوريس عشان تسجل لها وهي نايمة ساعتها نايمة حطت كرشه قدام السرير وقعدت عليه وبعد شوية وقت نايمة غصب عنها اثناء نومة حلمت ان ديلوريس قربت منها شكلها كان مخيف جدا ومشهد كان مرعب الصراحة هو لما فاقت كده شغلت تسجيلها على طول وسمعت ديلوريس بتتكلم مع بيزل اللي بتقول لها كفاية شارلوت وليندا وبيزل ردت عليها وقيت لها انا جعانا حين انه يومي خفيك جدا كتعاوزة تغرب من البيت المرحب ده لكن قبل ما تخرج سمعت صوت شارلوت جاي من القب فاخدت الكشاف ونزل اتفاتش عليها وبالفعل لقيت الكارنية بتاعها هي وليندا في القبو وفهمت انها حصل لهم حاجة المشكلة بقى انها مليت شوال واحدة فيهم قبل ما تخرج من القبو سمعت صوت شارلوت جاي من باب صغير كده جانب السل مفتحت الباب واكتشفت ان المكان ده شبه السرداب وكان ضرمة جدا لكن المرة دي لقيت شارلوت موجودة هنا فاخدت بعضها وقربت منها عشان تنقذها اولا ما وصلت عندها وجيت الكشاف عليها وهنا شافت بيزل موجودة في المكان بتاكل لحم شارلوت ونفس اللعظة دي بنشوف ديلوريس جات أفلت الباب اللي دخلت منه نيومي اللي دي حياة كمان ونحن بعدها سالة 2013 ويزعل معنا بقى لوكاس ابن ديلوريس وزوجتون نوفا بنشوفه موصل البيت المالعون ده لان لوكاس هيقعد فيه فترة كده لحد لما يبيعه ولانه محتاج فلوس الواحد بقى ان نوفا طول الوقت معاها كاميرا ومهتمة بالتصوير جدا اقول لما وصل البيت نزلت صورة السرداب فيديو وقالت ان من عشر سنين الشرطة اتهمت حماية انها خلصت على ثلاث ممارضات ودفنتهم هنا والحياة ان الكل دي مجرد اشاعات والستي دي طيبة وبعد ان ما اخدوا لافة في البيت كده لوكاس اتصاب بمطعم طلب اكل وبعد ان قاعد يتكلم مع نوفا عن ام وقال لها انها ما تعرفت على هارولد للأسف يعني اللي عب علىها ودخلها في سكة السحر والشعوازة والكلام الفاضي ده وعشان هي السازجة صدقته ومشيت وراه والنتيجة انها تخلت عنه بسبب الخرافات اللي امنت بيها دي قالت له انت عمرك مشوفت هارولد قال لها عمر ما شوفت ولو امي هي كمان ما شفتهش كان زمانها لسه عايشها معنا بعد ان ما خلصوا كلامهم بنشوف الديليفري وصل وجاب لك الشباب قاعد يأكلوك على عادة ان نوفا بتصور فيديو فلوكاس قال لها بتصورنا ورحمناكم ليه هارول عاوز اصور كل تفاصيلنا عشان ما نخلف ولادنا يشوفوه هنا بنلاحظ ان لوكاس تعصب جدا وقال لها قلت لك انا مش عايز خلفة وبعدين سابها وقام دخل قطعة نيوم بنشوف نوفا في الحمام بتاخد شاور وبعدين وقفت قدام المراية تصبت شعرها ساعتها بنلاحظ ان شكلها في المراية بقى مخيف جدا على عكس شكلها الطبيعي وقال ان روح بيزل استحوزت عليها ولا ايه فجاء كده نوفا انتبعت لباب الدلاب الصغير اللي موجود في الحمام ففتحت الباب ده وكمان فتحت باب القبو وشغلت الكشف وبدأت تستكش في المكان وبنلاحظ انها بعد ما بصت في المكان ده سرحت كده وكأنها فقدت التركيز وطريبا كده صديقي بيزل اخترتها وعايزاها قربان وبعد ان ما اخرجت من الحمام دخلت القوضة على لوكاس ولقيته بيتابع مع كذا سمصار عشان يبيع البيت في أصل عوقت هنا نوفا قالت له بلاش تبيع البيت يا رايك احنا واولادنا نكمل بيت حياتنا هنا قال لها برضا تقول لي اولادنا انا مش قلت لك مش عايز اخلف وبعدين ما تدخليش في اللي ما تكيش فيه قالت له خلي بقى لك انت تسبك معي هبقى وحش جدا فكر مع نفسك والعوز ننفصل ما عنديش مانع وبعدين سابت ونامت قبل ما طرح في النوم حاسد اني في صوت خطوات في القوضة فحط الكاميرا تحت السرير عشان يعني تصور وتشوف ايه اللي بتحرك ده وما بصت في الكاميرا شافت السرداب اللي هو اصلا تحت الارض فنزلت تحت السرير بسرعة تشوف ده بجد ولا بيتهيق لها المشكلة بقى يا صديقي انها ملاقيتش السرداب ولكن شافت رجلي بازل وما طرعت من تحت السرير عشان تشوف باقي جسمها ما لقيتش الجسمها اي اثر هي رجليها بس اللي زهرة فجأة كده بيزل نطط على السرير فنوفا طرعت شو ما بتعمل ايه وشافت نفسها مع لوكس وكان شكله مرعب جدا وكأن بيزل استحوزت عليهم على تاني يوم بقى نوفا صيحت من نوم اول حاجة عملتها جريت فتحة الكاميرا عشان تشوف اذا كان اللي شافتها حلم ولا حقيق لكن الصدمة بقى يا صديقي انها بتلاقي الفيديو متسيف وفيه كل احداث اللي شافتها واتضح انها حقيقية ساعتها نوفا اخدت الكاميرا وراحت عشان توري لوكس الفيديو وما عدت نقل قدام القبو سمعت صوت الخطوات اللي سمعتها بالليل في القط فاخدت بعضها ونزلت القبو وهي بتصور الفيديو عشان تشوف ايه الدنيا وهناك بتشوف كارتونة في تسجيل الفيديو الخاص بهارود وكمان كاميرت ابلو واسناء وجودها في القبو سمعت صوت طفل بيعيق جاي من السرداب فتحت الباب واخد الطفل في حضنها وقعدت بوس ايديو وهي متأثرة جدا وقتها لوكس كان واقف برا البيت بيكلم السمسر في التليفون بعدما افعل معاه دخل البيت واتفاجأ صديقي ان نوفا قعد على سلم القبو ومقرب منها لها الولد اللي على اديها مش طفل اصلا ولا حاجة زي ما يشاهفها وان ده حيوان ميت اصلا طبعا نوفا تخض جدا من المنظر واخد الحيوان الميت دا منها وطلع رامة برا وقتها نوفا كانت نهارة وبطعيت فلوكس دخل هداها وفضل يطبطب عليه وبعد ان اخد الكاميرا بتاعتها وقعدت فرج على فيديوهاتها وبالصدفة شامل فيديو اللي ظهر فيه رجليين بيزل وكمان الفيديو الخاص به هو ونوفا اما كان شكلهم نور عبا ما كانت بيزل مستحوذة عليهم يعني فدخل بسرعة سأل نوفا ايه اللي في الفيديو ده وحصل ازاي وامتى لكن نوفا كانت في ملكه التاني حرفيا وما رضتش عليه وكانت سرحانة جدا فخرج من الاوضة وهو مضطرب جدا وقعبت في الكارتون اللي في التسجيلات الخاصة بهارولد فهيتسجيل شغله وتخضى وصديق من مناظر المرعبة اللي شافها في الفيديو وكانه دخل العالم تاني ساعتها نوفا دغت عليه الاوضة وبتفرج فلوكس اسأل لها البيت ده فيه حاجة مرعبة بتقصى على عقول الناس تقريبا كده اثرت عليك انت كمان احنا لازم نمشي من هنا اسنان ما كان بيكلمها جاله تصال من سمصار وقال له ان فيه مشتر البيت ومستعد يمضي العهد في قرب وقت وطب الناحز ان نوفا دايت جدا انهم خلاص هيمشوا من البيت على داني يوم بنشوف نوفا في الحمام بتجيب اللي في بطنها حرفيا فلوكس دخلت طمن عليها ولكنها مردتش عليه وسبطه وخرجت فعلى بالليل وما عادين على العشاء خونام وصديقي حلم انها بتعتدي عليه وصح من انهم مفزوح مشكلة بقى صديقي انه اول ما فتح عينيه بيلاقي نوفا قعد جنبه مسكة سكينة وامل طعن اقز طعن لحد لما خلصت عليه بعد ان ما نلاحز ان نوفا حامل فعلا وبنشوف بطنها بدأت تكبر وطريبا يعني هي حمت من بيزل من الشطار نفسه لانه هيئ لها انها في علاقها مع لوكس وادما كان مستحوز عليها او كده طريبا بيزل عملت كده عشان عارفة ان نوفا نفسها تخلف اما حققت لها رغبتها استحوزت عليها بالكامل وشجعتها على قتل لوكس عشان تقدموا لها قربان ومن نما جيه وقت الولادة بنشوف نوفا ولدت في القبو وماتت بعد الولادة مباشرة طريبا يعني بيزل اللي خلصت عليها برضو خدت رحها زي ما هيك تعايزها وبعد فترة بنشوف عائلة جديدة جاءت تسكن في البيت وكده كده احنا عارفين انهم هيواجهوا نفس المصير المؤذي ده مع الساحرة بيزل الفيلم خلص ولكن الفيديو لسه مخلص يلا بدنا على جزل مراجعة بالنسبة لفيلم ده صديقي واخدت قيم اربعة ونص تقريبا من عشرة على IMDB ولكن هو يستحق اكتر من كده فيلم كويس ولكن كان عايز تزبط شوية كان نفسي شوف بيزل اكتر واتعرف علىها اكتر وشوفها بهياتها كاملة كده كذا مرة يبقى الموضوع مرعب اكتر يعني حس انهم ممكن يعملوا جزي تاني مثلا ولا حاجة لان فيه دلالات كتير بتقول انه ممكن يبقى فيه جزي تاني زي انهم مثلا موصلوش لحد سنة 2024 او 2029 حتى انه في الزمن الحالي وما عدوا يتقدموه بالزمن واحدة وحدة لحد ما تقريبا يوصلوا ل2013 بس مفيش بعد كده فتقريبا اللي جاي هتبقى فيم 23 وبعد كده هيزودوا فاعتقد يعني انه ممكن يبقى فيه جزي تاني خصوصا انهم برضو فيه حاجة كتير محتاجين يشرحوها اكتر زي تاريخ السحلة دي زي ايه اللي حصل اعتقد ان يبقى فيه جزي تاني ولو تاريخ السحلة دي كانت شرع في الفيلم ده وفيلم مثلا يبقى ساعتين كانت شابة عندي المشكلة وكان يبقى واحد من احسن الافلام اتفركت عليها الرعب يعني في الفترة الاخيرة في 2024 يعني اصدي فاكفيلم عجبني جدا جدا انا بشجع الافكار الحلوة والكويسة يعني في الاول كنت حسو يعني اول ما فيه مقر الجي عشان يوثق اللي حصل اللي هو قبله وجيه لهارول عشان يوثقه اللي حصل ده حسيت انه يخش على فيلم كريب يتراجع فيلم كريب ايفا ماصدي الموخص موجود سيبلك الرابط بتاعت في الوصف كان نفس الفكر انه هو حد بيجي يوثق اللي بيحصل وكان بيخلص عليه في الاخر كنت فكر انه يبقى كده ولكن النوضوع طالع مختلف تماما والفيلم عجبني جدا جدا واتديله ستة ونص من عشرة واتمنى الاقي افكار كويسة زي كده الفترة الجاية ما انساش يا صديقي طول منت ربنا وبتعمل خير سديني كل الابة تمام شكو في فيديو الجاي حيا الله سلام